اشتركوا في القناة ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوته ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحل العقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون أما بعد فإن من حق المسلم على المسلم أن ينصح له وخير النصيحة نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيرها ما كان من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم وخير جوامع الكلم ما ثبت وصح بالإسناد إليه صلى الله عليه وسلم عن الأئمة العلام ولذلك اخترت لكم حديثا قصيرا من جوامع الكلم أخرجه الإمام مسلم وأخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن عن أبي رقية تميم بن أوسن الداري رضي الله عنه وهو مخرج عن غيره من الصحابة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الدين النصيحة قلنا لمن قال لله و لكتابه و لرسوله و لأئمة المسلمين و عامتهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد و على آله و صحبه و من والاه أما بعد السلام عليكم و رحمة الله و بركاته وترجمات براه و سبحانه و تعالى دي جولي تمن تبي عليهم السلام و السلام يمن يللل و سبحانه و تعالى من دافل نجياتي بي من يجياتي بو همني بو باركل يالل يالل نغول ننغول لين و والم كفيتاء و وارك وللل كو خامنكادو باسيننا واجتيا ياللل ننتك تيا بده وديد شكرا للمشاهدة 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 وسيرته وسنته حتى نحبه فمن لم يتعلم أهدي إنسان لم يحبه حق المحبة نتعلم أخلاقه وخلاله وشمائله صلى الله عليه وسلم نتعلمها في كل المناسبات وخاصة بهذا الشهر الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم هذا هو النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم باختصار أن تعرفه وتحبه وتتبعه فيما أمر وتنتهي عما عنه صلى الله عليه وسلم نها وزجار لن نعرف موبيجيتي موالي يننتبه عليه الصلاة والسلام وخاني النصيحة لله لا يبير نياليال كون ففدنشي ديگين نهاية بير تكوولني دي أملي خمل نيت نانكو دفلني نهاية بير تكوولني 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 إنها قد تأثيرها و لا نعلم أصابها و لا يعتبر التي يشد حديثها ثم لدينا كلها وطن يجب أن تشعرها و لا يعتبر التي ترسرها والدعونا نعلم لأنني أصابت تدري أنني أصابت تحديث ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة 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 نانسي قنقر المترجم للقرآن 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 إلى ستة خمس وسبع من الإسراء المترجم للقرآن أي تجزئته فبهذا بقرآن المترجم للقرآن المترجم للقرآن المترجم للقرآن المترجم للقرآن المترجم للقرآن أن نقول المترجم للقرآن 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 المترجم للق Xu المترجم للقرآن طبعا فكرر التعاوني أو التعاوني الكثيرا في النهاية وإنهوه، ينزل لنصرف للتعاوني، في أنتون بمقاومة لن نكتب عن الخطرة أجده أمر صديم وأيضي نفسي ويؤسفني كلما أرأيت هذه الملاحظات على نفسي وعلى المسلمين والمسلمات من البالغين والبالغات ألا وهي أننا أقل قراءة من أبنائنا الصغار وأننا أقل منهم وقتا أقل منهم تخصيص وقت للقراءة فترانا نوقي الأبناء قبل الفجر بعضنا يوقيهم قبل الفجر في المعاهد والمحاضر وبعدنا بعد الفجر آخرنا من يوقيهم الثامنة ليرجعوا له الساعة الحادية عشر ويدرسون أيضا ما بين الظهر والعصر وما بعد العصر والمؤسف ما هو هو حالنا نحن الكبار من الثامنة إلى الحادية عشرة الأم أوصلت ابنها إلى المحضرة والعم أو الخال والأب أوصلوه وانشغلوا بنوم أو بغيره من الأعمال وكذلك في فترة الزوال لماذا أيها الآباء والأمهات أيها الإخوة والأخوات لماذا يكون للأبناء نصيب أكثر مننا في تلاوة القرآن فأرجو من أخي الأستاذ محمد ومن جميل إخوة الحاضرين ومن من تبلغوا هذه النصيحة أن نجدد العزيمة ونشمر عن ساعد الجد في تلاوة القرآن وحث الناس على تلاوة القرآن خاصة البالغين لماذا لماذا نرضى بالدون الأبناء يقرؤون هلا ساعات في الصباح ويقرؤون مهلها في المساء وبعضهم يستيقعوا قبل الهزر ونحن شاهدون على هيا وآمرون به ومع ذلك لا نصيب لنا منه فهيا مؤسف نسأل الله عز وجل أن يغير حالنا إلى أحسن إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم فجدوا وشمروا وقرأوا القرآن اقرأوا القرآن نرفا إنه لم ينتقى اليوم القيامة شريران إصحابي إن لله أهلين من الناس قال منون يا رسول الله قال أهل القرآن هم أهل الله وقفه إنه كانت 4 جنبية مجد تنهنا لكو مرتلا لما أما نفعل لول نهنا بوثير لأحسن نيو ن Felipe نهنا 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 القرآن 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 القرآن